كما أقامت سافارة مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية احتفالا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وألقى سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله كلمة تحدث فيها عن الإنجازات التي تحققها المملكة وتستذكرها في كل عام بهذه المناسبة وشارك في الحفل سعادة السيد ميجيل بيرغر وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من المدعوين ترجمة نانسي قنقر